واضح ان الشكوك اللي في دلال اللي بتجسس شخصيتها الفنانة ايمان العاصي في مسلسل جعفر العمدة هتكون في محلها من ناحية خطف ابن محمد رمضان وهو لسه مولود وده السر اللي كان معاها وما يرفوش غير بلال شامة وده اللي بيأكد عتاب كارم لأخوه شوقي وهو بيوهم جعفر انه هو اللي صلت على خطف ابنه ويعرف مكانه في الحلقة العشرين من مسلسل جعفر العمدة حصلت مفاجأة في نهايتها وده اللي بيأكد عنصر التشويق اللي عمله محمد سيمي في المسلسل وده كان عبارة عن مكلمة جمعت بلال شامة اللي بيجسده مجدي بدرة مع دلال اللي بتجسدها ايمان العاصي وهنا قال لها يا مرحب اللي خلتني اخطف ابن جعفر العمدة وعلى طول عرفت انه بلال وان هنا بقى اتضح انها خين الجعفر والجدل دار حوالين مصرها مع جوزها ومش عارفين اللي ممكن سورية تعملوا فيها بعد ما عرفت وواضح ان عيلة فتح الله كرها جعفر حتى دلال اللي بتقول انها بتحب جعفر فبعد المكلمة دي مصرها مع جعفر بقى بيني اما طلقها او قتلها الاهم بقى يطر هي اجهاضة نفسها ولربنا عقبها بمنعها من الخلفة علشان حرمت جعفر من ابنه من سورية كلنا عارفين ان منذر جايحنا اللي بيجسد شخصية شوقي فتح الله في مسلسل جعفر العمدة قال انه لي عين في بيت جعفر جوه والشكوك وقتها دارت ما بين دلال وعيدة ونعيم وصباح وكانت العين بعيدة عن الشغالة في بيت جعفر ومصطفى اللي بيسعد جعفر في شغله لكن في الحلقة العشرين اللي تعرضت النهاردة فاجئنا المخرج محمد سامي بخيطة شويق جديد في المسلسل وفي الحلقة الجديدة من جعفر العمدة كان المشهد جمع بين الشغالة وبين كارم فتح الله وبلغته باللي بيدور في بيت جعفر ونوينا على ايه بعد حبس محمد رمضان على زمة التحقيقات في قضية الممنوعات وفي المشهد ده كانت الشغالة بتسمع اللي بيقوله نعيم لصفصف وكان وقتها بيطمنها ان جعفر العمدة هيخرج من ازمة الممنوعات دي ووقتها الشغالة عبرت عن خفها احسن حد يعرف ان هي اللي بتنين الاخبار لبيت فتح الله وطمنها كارم ان جعفر مش خارج والقضية لبسا لبسا الحلقة كان فيها مفاجأة بخصوص قضية الممنوعات اللي تورد فيها جعفر العمدة علشان تم تفريغ الكاميرات في مطار لبنان واتضح ان محمد رمضان بريء وظهر الشخص اللي ده السليل ممنوعات في شنطته وهيتم البحث عنه علشان القضية تاخد مصارها القانوني وكان سيد اللي بيجسد شخصيته احمد فهيم اخو جعفر بيحاول يخرج محمد رمضان من قضية الممنوعات لكن وكيل النيابة رفض لما كشف الموقف وقاله ان لو اخو بريء ربنا هيسخر له اللي يطلعه منها وده اللي حصل فعلا وقبلها برضو احمد داش عرض اقتراحة على محمد رمضان وهو في زيارة ليه في السجن وكانت عبارة عن الاستعانة بحد ليه في الممنوعات يشيل القضية علشان رمضان يطلع منها ولان رمضان واثق بين برأته رفض تماما وقال انه ما يقدرش يحط رأسه على المخدة وهو شايف حد مظلوم شايل شلته حتى لو كانت النتيجة حياته طبعا محمد رمضان محقق السنادي ناجح كبير بمسلسل جعفر العمدة وكل الناس بتتكلم عنه لدرجة ان البعض قال انه لحد دلوقتي كسبان الرهان مع محمد سامي ومعديين نجاح الاسطورة والبرنس ده غير ان في تعاون تاني منتظر قريب في السينما من خلال فيلم هارلي واللي منتظر يتعرض في موسم عيد الفطر اللي جاي